لا تزال أصداء الرفض الأوروبي لتدخل التركي في ليبيا مستمرة آخرها لانتقاد الفرنسي لدور أنقرة الداعم لقوات حكومة السراج بالسلاح وبإرسال مسلحين من سوريا إلى ليبيا الرئاسة الفرنسية طلبت بإجراء محادثات مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لمناقشة دور تركيا الذي وصفته بالعدواني في ليبيا كما اتهمت وزارة الخارجية الفرنسية أنقرة بيحبط جهود توصل لهدنة بخرقها حظرا للسلاح تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا من جهة أخرى أعلن مسؤولون أترك أن أنقرة وموسكو ستواصلان مباحثاتهما بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا رغم إلغاء زيارة رفيعة المستوى لوزيري الخارجية ودفاع الروسيين إلى اسطنبول وكان من المنتظر وصول وزير خارجية روسيا سيرجي لافراف ووزير دفاعها سيرجي شويغو إلى اسطنبول الأحد لكن البلدين أعلن إلغاء الزيارة بدون توضيح للأسباب ولا يختلف موقف روسيا عن موقف فرنسا كذلك إذ أعربت موسكو في أكثر من مناسبة عن دعمها للجيش الليبي حيث ذكرت وسائل إعلام تركية أن الطرفين اختلف على تفاصيل وقف إطلاق النار واتفق على مزيد من المباحثات في محاولة لحل المسائل العالقة وظهر الخلاف التركي الروسي جليا بعدما أيدت موسكو بنود مبادرة إعلان القاهرة وهو ما أثار استياء الجانب التركي بحسب تصريحات أردوغانا موسيقى